تفاصيل عرض استبدال بلدنا الجزء الأول الخاص بالمستهلك بالنسبة لأصناف بلدنا طيارة لا تهدي عرف المستهلك يأتي بيطلبه بالاسم الحمد لله بس يعني بشكل عام انت بتعرف السوريين هون شغالين بالإجراء ومعظم الورشات بتسكر بشهر 12 ومشكلة الدولار والبرد يعني كله أجمع بعضه والسوق ضعيف شوي حسب يا الله ونعم الوكيل هذا يا عمي يا أباكري لأنه بلدنا حاسب أوجعكم جبنا لكم الحل والله انتوا يا أبا العز جماعة بلدنا ما بيجي منكن إلاك الخير هات لأشوف خبرني هذا يا عمي يا أباكري بلدنا تقديرا لظروف السوريين حبت تعلن عن عرض بلدنا الكبير بكل اختصار المستهلك بيروح بيشتري أربع عبوات مختلفة غير متشابهة من بلدنا من أي بقالية سورية يعني علبة مرتديلة على علبة طون على علبة سردين على علبة سمنة بعد ما يأكلهم بالهنو العافية بدل ما يكبهم ويرميهم بيحطهم بكيس شفاف وبيربطوا وبيروح على أي بقالية سورية بيسلمها لأربع عبوات الفرغة وبيستلم بدالهم مجانا أربع ظروف للإندومي السوري الأصلي وببلاش ببلاش؟ ببلاش عمي يا أباكري ببلاش يعني أربع ظروفة إندومي ورقة وربع ورقتين ونص خمس ورقات والله محرزة نعم بس يعني أبو العز بصير يجيب المستهلك عبوي فاضي وياخد بدال الظرف إندومي ولا حصرا أربع عبطان مع بعضهم لأ عمي يا أباكري واضح العرض بدي يجيب أربع عبوات مختلفة غير متشابهة من بلدنا محطوطين بكيس شفاف مربوط وبياخد بدالهم أربع ظروف إندومي السوري الأصلي وببلاش طيب أبو العز هذا العرض ام تبدأ يبلش؟ ببلش أباكري ببلش من اليوم إلى مدة 30 يوم إلى مدة شهر كامل بس أبو العز يعني طول بلع علينا انتم ما جبت لنا بضاعة خاصة بالعرض يعني مكتوب عليها للإستبدال عم يو بكار عم نحكي من البضاعة اللي موجودة عندك بلش من البضاعة الهلأ أي بقالية سورية بتقدر تبدل من البضاعة الموجودة عندها على الرف مباشر عمو أنا ماما بعطتني مشان أشتري علبة سمنة بلدنا ومنوخية بلدنا بدي تطبخنا منوخية اليوم إذا أخدت معاهم علبة مرتدلة بلدنا وزعتر بلدنا وصاروا أربع أطعم اختلفة مشان ماما تعملنا صندويشات للمدرسة وبكرة جبتهم فاضيين تعطيني بدلهم أربع ظروفة أن دومي ببلاش عمو إيه عمو إيه طبعا بعطيك عن إذنك أبو العز بس ثاني أمشي الشاب فضل هي منوخية بلدنا وهي السمنة وهي الزعتر وهي المرتدلة وسلم لي على البابا كتير السلام الله معك عمو تفاصيل وعرض استبدال بلدنا الجزء الثاني الخاص بالبقاليات أبو العز عمع لك شوي علي أنا دخلت بالحيطان هلأ المستحلك استفاد وأكبر مثال إنه هذا الشاب بكرة بدي يجيب الأربع قطع فاضيات وياخد أربع ظروفة أندومي ببلاش حقهم خمس ورقات تمام إيه بس بهالحالي أنا اشتفدت كأني طلعت من المولاد بلا حمص ده يا أب بكر حبيبي مع بلدنا دايما الكل ربحان إيه ها تلعي شوف خبرني يا عيني عليك عد على يديك يا أب بكري أول باشتان كويسي يا أول باشتان بهالعرض يا أب بكري راح تزيد مبيعاتك يا مثل ما بتعرف أنت بتكون عد بالك بالنهار سندوين ثلاثة بكرة هالعرض حيصيروا بالنهار خمسة سنة دي ومتل ما بتعرف كل ما زالت مبيعاتك بتزيد أرباحك مظبوط ولا لا؟ يا سيدي مظبوط ومن غير شي بلدنا طيارة إيه مع هالعرض إيه ما ظل شي يشتغل غير بلدنا؟ تاني باشتاني يا أب بكري لما بيجي لعندك المستهلك معه كيس شفاف مربوط فيه أربع عبوات فارغة من بلدنا متل ما حكينا بدك تعطيه عليهم أربع ظروف عندهم يصوي أصلي ببلاش مظبوط مظبوط إذا صاروا تسع زبايا يا أب بكري كم كيس شفاف بيكون صار عندك؟ إيه تسع كياس شفافة يعني عليك بتحطهم بكيس أسود وبتربطهم ربطناهن بهالكيس الأسود كم عبوة فارغة صار مجموعهم يا أب بكري؟ إيه طبو البلغ علي أبو العز يعني أنا رسبهم صف الأول سنتين من ورا الرياضيات هاي القالي حاسبي أربع أطعات بالكيس الشفاف ضرب تسع كياس شفافة ست وثلاثين أطعا بالكيس الأسود يعني عليك بتكون معناته أنت يعطي عليهم ستة وثلاثين ظرف اندومي ببلاش مظبوط؟ مظبوط باجي أنا يا أب بكري بستلم هذا الكيس الأسود المربوط اللي فيه ستة وثلاثين فارغة ببيعك بضاعة بلدنا على قد الفوارغ وبعطيك بدل ستة وثلاثين ظرف الاندومي اللي أنت يعطيهم ببلاش كرتونة اندومي كاملة كم ظرف فيه كارتونة الاندومي يا ببكر أربين يعني عليك معتا كم ظرف طلالك ببلاش أربين ناقس ستة وثلاثين أربع يعني هيك طلع لي أربع ظروفة اندومي مجانا مربح لي يعني عشرة بالمية إيه والله كويسة يعني عليك ليك هكسر تعرف برياضيات إيه بس أبو العز يعني لازم تبيعني وقت لدك تبدلي يا ببكر كلك مفهومية مدام انباعوا والتاكروا ورجعوا لك فاضين معتا لازم بيعك بدالهم مشان ما يفضل رفيجي يطلب مستهلك بلدنا وتقوله ما فيه مظبوط إيه والله كلامك معدل يا أبو العز إيه منشتري سيدي منشتري ليش ما نشتري إيه من غير شي بلدنا طيارة إيه مع هالعرض إيه ما بقى تهديع الرف وتالت باشتان يا أبو بكري بلدنا رح تكافئ أكتر سمان عنده عدد عبوات استبدال في مدينته وتعطي ليرة دهب يعني إذا انت كنت يا أبو بكر شديت حالك وكنت أكتر سمان عنده عدد عبوات استبدال في مدينتك بتطلع لك انت الليرة الدهب شلون؟ يا موعة الله إيه ما بقى أخلي ولا زبون يطلع من عندي إلا و أخلي يشتري أربع قطعم مختلفة من بلدنا إيه وبس اشتراهن يا أبو العز إيه ماني مخلي يدوق النوم إلا ويجيب لي إياهم فاضيات خلاص أبو العز حطيتها في راسي بدي أربح الليرة الدهب أبو بكري أبو بكري ولك باركلي يا أبو بكري إنحلت كل مشاكلي بدي تتجوزني يا أبو بكري ملك الجمال تركيا كلها بتتجوزني عطيني عطيني عصر wrongs ، النينتين من أطيب عصير عندك ولا قل لك عطيني بلدنا بالحبيبات أطيب شي عصري عصري ولك انا تضوجني هاي تنتين عصير حبيبات من بلدنا بسبب عرض بدي أشرح لك في عرض جديد من بلدنا ولكيسطر عرضك عطيني عصير حبيبات بلدنا ما بدي أروحها من أيدي حبتني وبدت تتجوازني يا أباكري لك عنده بيته سيارة يلا سلام سلام تفاصيل عرض استبدال بلدنا الجزء الثالث الخاص بموزعي الجملة والله يا أبو العزها الشليموني صعي غليز بس بحبك المهم سيدي ما علينا بدي أسألك عندي ابن عمي فتح سمان بغير منطقة وسيارات بلدنا ما بتوصل عنده لهني يعني بيروحوا للشباب الموزعين يلي بتسوقوا من الجملة بيبيعوا منتجات بلدنا وغير بلدنا هات كمان بيشملوا العرض؟ لكان عمي أباكار لكان بكل بساطة الموزع اللي عم بيبيعوا بلدنا بيستلم منه الكيس الأسود المربوط الفيه 36 عبوة فارغة وبيعوا بيضاعة بلدنا على قد الفوارغ وبيعطيه كارتونة اندومي السوري الأصلي ببلد أبو العز يعني الموزع بده يخدمكم ياها خدمة؟ أباكار محكينا مع بلدنا الكربحان عمي شلون؟ هذا يا أباكار الموزع لما بياخد الكيس الأسود المربوط وفيه 36 عبوة فارغة وبيعوا على قد الفوارغ للسمان وبيعطيه كارتونة اندومي السوري الأصلي ببلاش إذا راح عن تساطعشر سمان وصار معه تساطعش كيس أسود فيه عبوات فارغة بيكون عيطي عليهم تساطعش كارتونة اندومي ببلاش مزبوط؟ مزبوط يعني عليك بيروح الموزع عن مركز بلدنا أو وكيل بلدنا بدينتون بيعطيه التساطعش كيس فاضي وبيشتريه بضاعة بلدنا على قد عبوات الفوارغ ايه والله يا بلدنا حاسبين كل شي هيك الكر ربحان المستهلك والسمان والموزع والمستهلك حقه محفوظ لك يا عمي ايه والله كويس يا أبو العز بس بدك ما توخزني يعني أنا مخي اسميك شوي بدك تكتب لي هذا العرض على ورعة عن زكاتك اببكار مات يا كلهم هذا العرض راح نعمله على شكل فيلم كارتوني انوميشن وننزله على صفحتنا على الفيسبوك فأنت اليوم بتشوفه وبتقرأ التفاصيل كلها راح تكون مكتوبة بالبوست وفيه كل التفاصيل مذكورة ايوه خلص معناها بكرة من الصبح من جهجعة الضو راح اشوف الاعلان ثلاث مرات واشاركوا على صفحتي الشخصية على الفيسبوك مشان هون جيراني بالمنطقة يعرفوا بالعرض ويستفيدوا وبنفس الوقت أنا يا أبو العز بكون استفدت واربحت الليرة الدهب اذا جمعت اكبر عدد من الفوارغ استهل الدهب أبا كارلورد عراسي عراسي والله يا أبو العز يلا ضايلنا معلم السلام عليكم وعليكم السلام بأمان الله الله معك أبو العز ايه والله فعلا بلدنا كل بركة بلدنا كل بركة بلدنا كل بركة